بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالم نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريته في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا منهنه آلئة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفع وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذك افتره وأعانه وقالوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وسورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فأيت الله عليه بكرة وأصيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا يوزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه جنز أو تتور له جنة يأكل منها وقال الخالدون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضربوا فلا يستطيعون سبيلا كبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جليل التي تجري من تحيا الأمام ويجعل لك قصورا بل كذبوا للساعة وأعتدنا لمن كذب الساعة السعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا أمتوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا مالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير الأمنة لك الخلد التي يوعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحنهم وما يعبرون من دون الله فيقول آه قم أضللكم عبادي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا القرما بورا فقد كذبوه بما تقولون فما يستطيعون لا صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدِهِ فِتْنَةً أَتْصْبِقُونَ وَكَالَ رَبُّكَ بَصْرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْضُونَ لِقَاءَا لَوْلَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْنَرِيْ رَبَّنَا لَقَدْ إِسْتَكْبَرْتُمْ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوَاً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَا الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِضْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِيْ فَجَعَلْنَا أَذْهَبَاءً مَنْهَسُورًا أَصْحَابُ الْجَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَطِيلًا وَيَوْمَ تَشَحَّفُ السَّمَاءُ بِالْغَمَانِ وَنُسِّلَ الْمَلَائِكَ التَّنْزِيبًا الملو يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكيفرين عسيراً ويوم يعبد الظالم على يدني يقول يا ليتني اتخذ مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ خلالاً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذياني وكان الشيطان للإنسان خزياً وقال الرسول يا رب إن قولي اتخذوا هذا القرآن مهوراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً وقال الذين تفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك المثبت به فؤادك وردت الناه ترتيلاً ولا يكونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيراً الذين يحشرون على هدومهم إلى جأنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً ولقد آت إلى موسى الكتاب واجعلنا معهم أخاً أخاهم وزيراً وقلنا اذهبا إلى الأول الذين كيبوا لآياتنا فدمرناهم تدهيراً وقوم نوحي لهم ما كذلك الرسل أغرقناهم وجعلناهم من أس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وسمونهم وأصحاب الرسل وطولاً بين ذلك تثيراً وكلهم ضربنا لهم الأمثال وكلهم كبرنا تثيراً ولقد أتوا على القرية التي أمبرت مطر السابق أفلم يكونوا يرونها بل كانت لا يرجعون نشوراً وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هو هذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليعلمنا عن آلهتنا لولاً صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضلوا سبيلاً أرأيك من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكرروا يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أضلوا سبيلاً ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبرناه إلينا قبضاً يسيراً وهو الذي جعل لكم الليل لباساً نوم سباة وجعله ناراً شوراً وهو الودي أرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيي به بلة ميداً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً ولقصر أقناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر من الناس إلا كفوراً ولو شينا لبعبنا في كل قرية نذيراً فلا قطع الكيفرين وجاهدوا به جهاباً كبيراً وهو الذي مرض البحرين هذا عصف فراط وهذا ملح مجاج وجعل بينهما برزخة وحجراً محيوراً وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصزراً وكان ربه قديراً ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يطعون وكان الكافر على ربي ضريقاً وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلاً وتوكل على الحي الذي لا يموت وسفق بحمد وكفى به بذنوب عباده خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به قبيلاً وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن الرحمن أن أسجد لما تأمنا وزاده نفوراً تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والماء رخيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شفوراً وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أولاً وإذا خاطبه الجاهدون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب دهنما إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزمنون ومن يفعل ذلك يلقى أساناً مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئات حسناك وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوف إلى الضال متاباً والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صحباً وعمياناً والذين يخرون ربنا هد لنا من أزواجنا وزفريتنا قرورة أعين واجعلنا للمتقين إماماً أولئك يرزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً خالدين فيها حسنة مستقراً ومقاماً قل ما يعدغ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يفون رزاماً